على لسان رئيس اعمالها امس بان خطتها التي تسعى لتحقيقها في العام الحالي هي ان تصعد الى الترتيب الثالث في عالم الهواتف الذكية بعد كل من سامسونج التي تحتل الترتيب الاول وابل في الترتيب الثاني وستحاول الشركة في استراتيجيتها التركيز على الاسواق النامية وهي نفس السياسة التي ادت بشركات مثل هواوي وزي تي اي الى تحقيق نسبة مبيعات لا بأس بها في اشارة من الشركة بانها ستحاول ان تحصل على جزء جيد من السوق الذي يسيطر عليه الان كل من سامسونج وابل يشار الى ان مؤسسة اي دي سي للدراسات كانت قد صنفت سوني رابعة في عالم الهواتف الذكية بنسبة اربعة ونصف في المئة من حصة السوق بعد ان صعدت منافستها الصينية هواوي الى الترتيب الثاني